كلمة له معناها المستنير أو حامل النور وفعلا شخص استنار وبيوصل النور للآخرين مين هم الآخرين؟ ثوفيلس معناها المحب لله ونقدر نقول إن الإنجيل وصفر أعمال الرسل موجه إلى كل أحباء الله في كل مكان أنا في رأيي أنه بيتميز بحاجتين واضحين من كتاباته الحاجة الأولى أنه كان متضع وكان بيحب يعيش بالاختفاء أو بالاستطار لأنه لم يأتي ذكره إطلاقا في الكتابات بتاعته يعني في إنجيل لقاء مش حنقرع عنه وصفر أعمال الرسل مش حنقرع عنه كل اللي نقرع عنه جه بقلم الرسول بوليس في رسالة كلوسي ورسالة فليمون ورسالة تميزاوس التانية فهو يدينا فكرة عن قد إيه كان شخص متضع الحاجة التانية أعتقد أنه ممكن نسميه أنه شخص أظهر الأمانة حتى النهاية يعني من ساعة منضم لخدمة الرب مع الرسول بوليس وفضل آخر رسالة لرسول بوليس بيتكلم عن الذين ارتدوا عن خدمة الرسول بوليس عن التعليم الصحيح اللي بوليس يمثله وناس كتيرا راحت وراء محبة العالم لكن يكتب عنه الرسول بوليس أن اللوءة وحده معي ودي كانت في آخر أصحاح في آخر رسالة كتبها الرسول بوليس لكن بيؤكد أن اللوءة مازال أمين حتى النهاية يعني الاتضاع والأمانة أعتقد أنه نقدر نتتابعهم في كل العيانات المباركة من خدام الرب اللي خدموا الرب بأي شكل من الأشكال وأعتقد حلو اليومين دول بالذات أن احنا نرجع نفكر نفسينا أنه إذا كنت بتخدم الرب فينبغي أنك تخدمه بالتضاع وبأمان لأن الإيمان المسيحي مش خطوة طخطة لكن ده طريق طويل زي ما الرسول قال لنا في رسالة فيليبي أصح 3 أنه مش بس خطيت خطوة لكن أسعى نحو الغرض لأجل جعلة دعوة الله العليا بالمسيح يعني خطوة تبتدي مشوار طويل ما يتيش إلا بالوصول للمسيح في المجد ولما رضيتش يكتب عن نفسه كتب بوليس عنه ولما رضيتش يشاور عن نفسه شاور بوليس عنه ويمكن ده درس لكل واحد بيخدم الرب يعني ما تضيعش فرصة إلا أنك أنت تخفي ذاتك علشان الرب يظهر وإذا كان فيه أمانة ربما فيه ما بعد الناس تتكلم عنك لكن إذا ضيعت الوقت تتكلم عن نفسك كل الكلام عنك هيتنيسي بعد كده يعني ده مبدأ الكتاب ليمدحك الغريب لفمك وإذا ما مدحكش حد إنهوت كفاية عليك المدح من سيدك في السابق أعتقد إنه كان وجوده كان مع رسول بوليس في نهاية أيام الرسول بوليس كان مهم جدا بيعتبره طبيب يعني أعتقد إنه كان وجوده مهم إنه هو يدي بعض النصائح لرسول بوليس اللي كان عنده شوكة في الجسد يعني بطريقة أخرى يساعده في أيامه الأخيرة من جانب آخر كونه طبيب البعض بيعتبر إنه واحد من أرقى المثقفين في زمانه وفعلا كتاباته ولسيما في الأصل اليوناني بتظهر قده كان رجل مثقف ورجل عنده اطلاع ورجل مؤرخ مدقق جدا كان من واحد من صفوة المجتمع في ذلك الزمان لوقة الطبيب في الحقيقة فعلا يعني السير وليام رامسي ده واحد من أسادسة التاريخ والجغرافيا في أحباء الجامعات العريقة في إنجلترا بدأ متشككا في رواية الكاتب لوقة إلى أن قام برحلة فعلا علشان يثبت فيها نقاط الضعف في كتاباته لكنه عاد من الرحلة بانطبع رائع عن ذلك المؤرخ الفز اللي هو لوقة وقال لا يمكن أن نفهم القرن المسيح الأول دون كتابات لوقة وكل ما كتبه من تاريخ ومن جغرافيا في منتهى الدقة وكتب كتاب بهذا المعنى السير وليام رامسي